السلام عليكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال اليوم اجتكم في فيديو جديد وهي مائدة للمجة صراحة افكار هي بسيطة وزوينة لا تطلب الوقت انا اخذت مني ساعة ونصف تقريبا في كل شيء ساعة ونصف ساعة ونصف لديكم ديوف لا اعرفوا الافكار التي تحضرها انا احضر معكم 5 افكار بالنسبة للمشاهدة اشتركوا فيديو جديد لا تنسى ان تركوا اللايك اشتركوا في القناة وكذلك لا تنسى ان تركوا التعليق للمشاهدة وعدم الفيديو نحضر معكم عدة موائد الوقت وعدة افكار لي سهلة وصفت لي بسيطة جدا بالنسبة للمائدة انا احضر معكم الكريب شوكولة وكذلك البنكيك الذي احضرت معكم عدة مرات سراحة ان تعجبني بزاف ويأي احسن ما فيه تحضر بسرعة وكذلك هنا نحضر معكم ملوي او مسمن باقريش وزبدة وكذلك حرشات الحليب اول شيء البنكي نبدأ بيهو المسمن او الملوي على حسب كل مدينة كيف تقولون لي طريقتي هو ان انا قدرت هنا زلافة ونص دقيق الابيض او الفرس وزلافة ديال الفينو وكذلك قليم من الملح نخلط الفينو والملح والفرس مع بعضهم حتى تحضر الخليط ومن بعد البنات نضيف لهم الماء الدافئ ونبدأ نجمع العجين الجيالي نزيان فاطل بول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللحظة مع بعضهم مجمعه في القناة بدأوا في القناة حتى ينجمون حتى ي contro welche مرادة بممنارacak حتى يضker سوف نأخذ قليل من الزيت في اليد و ندهن به هذه الكرة المسمن و نبدأ نشكلها كويرات صغيرة في هذا الحجم أو في الحجم الذي أريده نضيفهم صغيرين أو كبيرين على حسب الاختيار سوف نقطع كويرات البنات و نضيفهم في البلاتو و ندهنهم من فوق بقليل من الزيت النباتية و نضيفهم بالفلم و نجعلهم يرتاحوا و من بعد نرجع معكم و نحضر الحراشة بالنسبة للحراشة ولهم الوقت و لدينا فهنا 400 غرم سميد و أقصد حرشة و هناك حمارة فاقتين باودر 8 غرم و هناك الكأس الحليب بارد كأس العلبة و 120 مللتر و هناك ملعقة سكر سندة حبيبات و هناك قليل من الملح سوف تبقى على حسب الطوق و هنا جوج معلق الزبدة 50 جرام و 50 جرام زيت النباتي 100 جرام سوف نضيف 400 جرام سميد الملح سكر ثانية سوف نضيف 100 جرام مخلطة بين الزبدة و الزيت في الوسط و سوف نضيف باليد الساميد سوف نضيف الزبدة و الزيت سوف نضيف الزبدة و الزيت و سوف نضيف الزبدة سوف نضيف الكأس الحليب و نجمع الحرشة و سوف نشرب حتى تبدأ سوف نستعمل سوف نقوم بصور دي جي أرمي موسيقى 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 بعد أن تشربت كما ترون الزيت 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 و في موسيقى الزيت نحتاج الغطية القريعة نضيف الزيت و قام بأس وسوف نضيف كرة صغيرة نبسطها و نضيف ثم سوف نبدأ من الجواني سوف نضيف زيتون الأسود في الواسط الحرشة ونضيف القليل من الجبن سوف نضيف زيتون الأسود في الواسط الحرشة ونضيف القليل من الجبن سوف نضيف الحرشة 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 حول لماذا نضيف الماضي في الحرشة سوف نضيف الحرشة السفل الماضي السفل الماضي سوف نضيف الحرشة تكون جوانب تكون احسن او اغطية الشوكولات تكون احسن نحاول انقضي لها جوانب نحاول انضغط عليها باليد على خطرها من تحت لان النار تكون مهيلة لكي لا تحرق الحراشة ومن بعد ان اضغطها من تحت تنقلبها تكون سريطة الحراشة بعد ان سريطة نحضر معكم الكراب بالنسبة للمقادر الكراب لدينا جمعة مملوئين او جمعة مملوئين الدقيق الابيض قبضة ملح صغيرة وقبضة افزار جوش البيضات بحرارة الغرفة جمعة زبدة وكأس كبير الحليب البارد او 250 مللتر الحليب انا اضغط هنا جوش البيضات ونضع لهم الملح والابزار والحليب يوجد جميع المكونات في البارد الزبدة لدينا سخونة نحاول ان نخلط بالفئة البيض لكي لا تستخدم الزبدة تكون سخنة ويطابل الحليب ثم نضيف الزبدة كما قلت لكم جمعة ملعقة لدود ثم نضيف جمعة ملعقة ونصف الزبدة وعلى حسب الفرس تكون جمعة نصف يجب ان اضغطوا ملعقة فقط اكتفى هنا في هذه المقادر ثم نضيف جمعة نصف هنا ببنات بما اخلطتها ملحة لا يوجد الكويرات اضغطت المخلات ثم نضيف عجين كما ترى النار هي مهيلة نحن ندورها على النار حتى يبدو يحمر الجوانب يجب أن يكون لون ذهابي سوف ينقلب الكرب نستمر بطريقة نكمل الكرب سوف نقوم بالصور حتى نرجع معكم من بعد ترجمة نانسي قنقر نقوم بالصور بعد مرة القدر نقوم بعمل كبيرة سوف نحضر كبيرة لا نقوم بترسيل مقادير في صندوق المقادر نقوم بتنظيف المقادر يجب أن نقوم بابل بيضاء سكر الفانيليا سكر الفانيليا يجب أن نقوم بسكر المقادر الزهرة البرتقال او السكر الزهر كيف ترونه اضفت اضفت بيكن باودر اضفت لجمال اضفت لجمال سكر سنيدة اضفت لجمال نحرك المكونات حتى ننسى الخليط ومن بعد نضيف كوب هذا الكوب اضفت بالطقيق الابيض او كوب اضفت هو نفس الكوب الحليب تضيف الحليب البارد بالطقيق يتضيف الحليب البارد معاك الحليب البارد اضفت لكم مالك في صندوق الوصف وبعد ذلك اضفت من البنكك الياباني لقد تقريبه المفضل رائع و البنين احتوى في صندوق الواس بعد ان نخلط العجين ونخلطه الماكليات مواجهنة اي ميقليات لا تتلسق لكم سوف نضع كم غير فعلي نضعها حتى يبدأ يحصل لها وضعها بغير صغيرة كما تلاحظوا بهذا الشكل سوف نأخذ قلبها وقلبها من تحت كما تشاهدون تبدأ تنفخ واحد شوية سوف نحاول ان ندخل هذه الجنيبات سوف نضعها طيبة حتى من تحت بنفس الطريقة التي طيبت الفوق سوف نضعها هنا سوف نضع هذه الجنيبات سوف نضع هذه الجنيبات ومن ثم نضع المليويات بدأت مسلية الجنيبات خليط المليويات لاحقا يرتاح هنا نضع نصف كمية بالزبطاء ونصف ثاني نضعها بأغريش او ممكن ان تضعها بالخليج حتى من المطفر لديكم سوف نستخدم هذه الجنبات سوف نستخدم لدينا البنات لدينا واحدة لدينا سطح العمل بالزيت نريكم بطريقة لدينا مختلاف لكي يبني اختلاف من مبيناتهم كما ترون هنا يوجد ضويفين يضغي ضغير يضغير لديها فقط لديها صغيرة تقسمها على اثنين يأتيكم جوش الأشكال يعني من العجينة وضعها سوف يوجد هنا تنقطة كويرة تنطلقها بواسطة الزيت تنبسطة مزين على سطحة عملتها ومن بعد تنقطة شوية زبدة في اليد ونحاول ان ندهنها في هذه الكويرة كاملة ومن بعد تنقطة شوية زبدة بالنسبة للزبدة والفينو سوف يجعل المسمن يأتي مورق وزوين بالنسبة للزبدة والفينو فأنا ندره الطيئة الكلاسيكية التي لا يمكن أن ندرها في الشكل هذا أما أقريش فأنا ندره على شكل دائري هكذا يأتي مربع واخر يأتي دائري سوف نحتفظ هذا الجانب سوف ندره بالشكل الثاني بالنسبة للشكل الذي لديه بأقريش فأنا نأخذ كورة ونحاول ان نتلقى هكذا حتى يبضع بالليا سطح العمل ومن بعد البنات سوف نضع فيها ونحاول ان نتلقهم باليد سوف ندره على الدائرة كلها أما بالنسبة للطيئة سوف تشوفها معي سهلة وضغية سوف ندخلها سوف ندخلها في الجوانب ومن بعد البنات سوف ندخلها في الجوانب في قلب منها سوف ندخلها سوف ندخلها في الجوانب سوف نستمرها حتى نكمل هذه المسيمة والميوية التي لديها كاملين بالطريقة سوف ندخلها على ميت القرية ونضعها على النار سوف ندخل مقالات حدايا سوف ندخل مربعة وكذلك الدائرية وتطيبتهم كاملين سوف نحضر الكرب لان هنا ندخل أي شوكولاتة مطفة لديكم لكي لا يتمكنهم شوكولاتة الموز أو شوكولاتة الفخاذ سوف ندخل بشوكولاتة كامل اخذت البنت شوكولاتة وضعتها في الوسط وتنطوئ بات الشكل هذا على شكل طولي سوف نستمر بمسطرقة وضعتهم بشكل هذا ورشيتهم مقالات الكامل سوف ندخل اختيار سوف ندخل سوف ندخل هذه الطاويلة لليوم كيف ترى البانكيك فأنا رشيت عليه قليل من العثل وزينته بلوز مهرمش وكذلك الكربة فقط في الكرامل الزين وكذلك 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 الملوية وكذلك 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 وكذلك